في اللحظة التي تواجه فيها مأرب عدواناً غاشماً من قبل ميليشيا الحوثي تبدو قيادة الشرعية في حالة تراخ غير مفهومة مأرب المحتل الأقوى للشرعية تواجه هجمة شرسة لميليشيا الحوثي بجيش دون رواتب منذ أشهر طويلة وبالمقابل يتعهد رئيس الحكومة بصرف رواتب جنود يقاتلون ضد شرعية تحت لواء المجلس الانتقالي المدعوين الإمارات وقاع التبدو كأنها فصل جديد من مسرحية هزلية ممتدة منذ سنوات حيث الحكومة تدعم من يقوضها وتمنع من يدافع عنها خدلان الشرعية والتحالف لقوات الجيش في مأرب دفع البعض لإطلاق مبادرات طوعية لدعم الجيش والمقاومة عن طريق جمع التبرعات وتقديمها للجنود المرابطين في الجبهات وطالما كان الإسناد الشعبي عاملاً من عوامل رفع الروح المعنوية لدى المقاتلين في مختلف المعارك ما بين الدور الرسمي والشعبي تبقى مسؤولية دعم الجيش مسؤولية الحكومة غير أن البعض يوجه اللوم إلى المملكة السعودية التي تدخلت عسكرياً في اليمن لدعم الشرعية كما تقول إلا أن ذلك الدعم يبقى في حدوده الدنيا مصادر ميدانية أفادت لبلقيس أن الدعم السعودي محصور على الدخيرة والعربات العسكرية بينما يمنع على الجيش التسليح الثقيل كما سبق وأنصرح رئيس دائرة التوجيه المعنوي السابق لواء محصن خصوك تسعى المبادرات الشعبية في مأرب إلى تشجيع المدنيين في الداخل والخارج على دعم صمود الجيش في مأرب وبقدر ما يمثل ذلك من أهمية في معركة السعادة الدولة إلا أنه يبقى مؤشراً على حالة الشرعية ومسؤوليها الذين تخلوا عن واجباتهم وذهبوا للبحث عن مصالحهم الشخصية